السلام عليكم يا دكتور أنا ابني كفوف رجلي مع وجين ممكن يرجعوا تاني يعني في حل ولا إيه أصلانا رحت الاتنين ده كترة ومفيش فايدة ممكن أعرف إيه الحل طيب هو الحياة المعلومات نقصة في السؤال يعني مبدئيا العمر لم يذكر ما تقلش الطفل عنده قد إيه يا جماعة أرجوكوا لما تبعتوا أسئلة بصوا على السؤال بعد ما تكتبوه يعني بصوا عليه كده وقروه إحنا ما نعرفش عنكم حاجة يعني إنتوا اللي بتعرفونا على ناسكم إنتوا اللي بتعرفونا على أطفالكم فأنتي لما تقري لما تكتبي السؤال إنتي أو إنت حضرتك أو حضرتك لما تكتبوا السؤال ارجعوا قروه بس تاني قبل ما تبعتوه هتلاقوا أن الله أنا ما كتبتش العمر صح؟ أنا مش هنستنتجه أنا ما كتبتش هو ولد ولا بنت مثلا هو الطفل مش عارف إيه طب ما تحدد شخصا والسؤال يعني خلاص يعني المعلومة نقصة فزي ما قلت العمر هنا مش مذكور طيب إيه تاني معلومات نقصة في السؤال العوجاج ده يعني اللي برة ولا الجوة يعني الرجلين عاملة كده الجوة ولا عاملة كده البر أنتوا فاهمين قصدي؟ لأنه مثلا في حاجة اسمها الفلات فوت اللي هي التفلطح القدمين خلاص دي بتتعالج مثلا بجرعات دوائية من الكالسيوم وبتتعالج بفيتامين دي وبتتعالج بأحزية خاصة أن الطفل يلبس أحزية خاصة وبعدين الحقيقة أنا برضو مستوقفني في السؤال يعني إيه رحت لتنين دا كترة وما فيش فايدة يعني ما فيش فايدة يعني إيه يعني قالوا أن الولد طبيعي ولا كتبوا لك على علاج وما حصلش نتيجة هقولك لو كتبوا لك لو قالوا أن الولد طبيعي يبقى طبيعي يعني بقى هو أصلي فيه على فكرة فيه أوقات أنتو بتبقوا لما بنروح للدكتور فبيقولك آه أنه مثلا فيه زي تقوص أنا بتكلم على الساق إيه هيقولك ده طبيعي بعد شوية التقوص ده هيتعدل لوحده خلاص كده طيب نفترض بقى الافتراض التاني أنه هو روحتي والدكاترة كتابولك على علاج وأنتي بتقولي ما فيش فايدة أنا عايزي أنبهكو بس أن علاج الحاجات دي بياخد وقت طويل لأنه إعادة شكل القدم أو الساق لحالها الطبيعي في أوقات كتيرة قوي بتاخد فترة علاج طويلة وأوقات كتيرة قوي بتبقى محتاجة إصلاحات يعني ممكن يبقى التدخل الجراح فاهمين قصدي دي نقطة برضو مهمة ترجمة نانسي قنقر